قال رئيس الهيئة العليا لتجمع اليمني للإصلاح محمد بن عبدالله اليدومي إن اللقاء الذي جرى مع ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي شيخ محمد بن زايد ألنهيان كان مثمرا وإيجابيا وبناء ويعكس مدى اهتمام وحرص الأشقاء في السعودية والإمارات على أمن واستقرار اليمن وأوضح اليدومي لصحوة نت إن اللقاء تطرق إلى أهمية الدور التاريخية الذي يقوم به التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الشقيقتين في اليمن باعتبار أن أمن اليمن ووحدتها واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار الدول الخليج والمنطقة العربية عموما وأكد اليدومي على أهمية دور التحالف العربي في دعم شرعية لاستعادة الدولة اليمنية حتى يظل اليمن داخل نطاقه الإقليمي والقومي ومنع المشروع الإيراني من مد نفوذه إليها وأعرب اليدومي عن بالغ شكره وتقديره لما يقوم به التحالف العربي من جهود جبارة في دعم وإسناد الشعب اليمني وقال اليدومي أن علاقة الإصلاح بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة امتداد لعلاقة الأخوية بين الأشقاء في دول الخليج حكومات وشعوباً وبين الجمهورية اليمنية بكفة مكوناتها السياسية والاجتماعية والشعبية ترجمة نانسي قنقر